موسيقى مساء الخير أرحب بكم في شباب توك البرنامج المشترك بين قناة دي دابليو الألمانية وقناة الحياة المصرية موضوع حلقة اليوم هو الوضع الراهن في مصر حالة من الانقسام السياسي والاجتماعي غير مسبوقة فمن جهة ترفض الأحزاب المعارضة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في حين يرى الرئيس محمد مرسي ومؤيدوه أن الاستفتاء نقطة مهمة في بناء مصر الجديدة إذن كيف يمكن تجاوز حالة الانقسام الراهن والوصول إلى التوافق وطني يسهل عملية التحول الديموقراطي أرحب بضيفاتي هنا في الأستوديو في برلين طيفة الأولى هي باحثة سياسية زائرة في المركز الألماني للدراسات الدولية وهي تعتبر أن الرئيس لا زال يتجاهل تماما مواقف المعارضة الديموقراطية رغم أنه انتخب بطريقة ديموقراطية ندينة عبدالله أهلا وسهلا أهلا جعفر أهلا فيك أما ضيفة الثانية فهي ممثلة اتحاد جمعيات الشباب الألماني وترى أن على الرئيس مرسي أن يتصرف بشكل ديموقراطي إذا كان فعلا يريد الديموقراطية ميريام فولترس أهلا وسهلا أهلا جفا مرحبا جعفر أهلا وينضم إلينا من القاهرة عدو أمانة الإعلام في حزب الحرية والعدالة ويعتبر أن مسوّة الدستور تلبي مطالب الشعب المصري ويؤكد أن قرارات مرسي تصب في مصلحة مصر سمير الوسيمي أهلا وسهلا من القاهرة أهلا جعفر أهلا بي أهلا وسهلا سمير سمير أين المصلحة الوطنية في أن يقوم الرئيس بإجراء الاستفتاء ومصر تشهد حاليا انقساما سياسيا حادا حول قراراته الأخيرة يعني المصلحة الوطنية في هذا المشهد تتمثل في أن الرئيس يسعى إلى إنهاء أي حالات اختلاف وإحداث توافق وطني عبر وضع الدستور الآن أو مشروع الدستور أمام الشعب الشعب هو جهة إبداء الرأي الأخير هناك حالة لا أسميها انقساما كما تم تسميتها في بداية الحلقة ولكن أحب أن أسميها اختلافا هناك اختلافا في المشهد ومن لديه القدرة على حسم هذا الخلاف هو الشعب ذاته وهذه هي الطريقة الديمقراطية نلجأ إلى الشعب نضع الدستور الذي انتهت إليه الجمعية التأسيسية الشرعية المنتخبة بعد ستة أشهر من عمل متواصل نضع الآن هذا المشروع أمام الشعب إما أن يؤيد الشعب وتنتهي حالة الاختلاف الموجودة ونبدأ في مرحلة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية سليمة وفق دستور معتمد من الشعب وإما أن ندخل في حالة فراغ دستوري وحالة انقسام بقى حقيقية لن تنتهي عندما نذهب إلى الدستور وعندما نذهب إلى استفتاء وربما إن شاء الله نصل إلى مرحلة الموافقة على الدستور فنحن الآن نبني مؤسسات الوطن وفق رؤى ديمقراطية سليمة عبر تأسيس بدستور وهذا ما يفعله كل الدول الديمقراطية في العالم ما الخلاف في هذه الرؤية الخلاف أننا إذا كمنا بتصعيد الاختلافات الموجودة بيننا فلن تنتهي هذه الحالة سندخل من نفق إلى نفق ومن نفق إلى نفق متى سنبني هذا الوطن متى سنبني مؤسساته على أي أصص ولكن كيف يمكن أن تبني مؤسسات الوطن والرئيس من خلال الإعلان الدستوري أعطى لنفسه صلاحيات وأعطى لنفسه حقوق يتهمه البعض بأنه أصبح الآن حاكم مستبد يقوم بخطواته لوحده وهنا أتوجه أيضا بسؤالي إليك ندين هل أنت موافقة أو تعترضين على ما قاله سمير بأنه الآن لا يوجد انقسام وأنه هو اختلاف واختلاف طفيف وافق أستاذ سمير على أهمية أن نتطفق الآن على الدستور والدستور مثل ما قال هو الأساس المؤسس للنظام الجديد ولكن اختلافي على طبيعة هذا الدستور وكيفية الوصول إليه الأستاذ سمير يؤكد أن الصندوق هو الطريقة أما أنا أؤكد فأن الطريقة لابد أن تكون عبر التمثيل والتمثيل في الجمعية التأسيسية ليس بصحيح فاعتبنا في الجمعية التأسيسية على فكرة المحاصصة السياسية وهذا ليس صحيح إذا كنا بنتكلم عن دستور حقيقي ممثل للشعب وبالتالي أنا أتكلم عن جمعية تأسيسية ليست ممثلة نصل بها إلى مسودة ليست ممثلة فالصفات ديمقراطية الصندوق لا تكفي بل لابد من ديمقراطية تمثيلية بداخل الجمعية التأسيسية وهذا لم يحدث من البداية دعونا نستمع أيضا إلى رأي مريم مريم أنت كنت موجودة في القاهرة الأسبوع الفائت التقايت شبابا من المعارضة وأيضا شباب من الطيار الإسلامي ما هو انتباعك؟ بداية أريد أن أقول بخصوص ما قيل أن ليس جميع طياف الشعب المصري كانت ممثلة في اللجنة التأسيسية مثلا الشباب لم يكنوا ممثلين معظم الأعضاء عمرهم فوق الخمسين سنة الأعضاء الذين التقينا بهم كانوا من النشطاء في مصر ولخظنا في الحوارات التي خدناه هناك أن هناك سطوة للإخوان المسلمين في هذه اللقاءات لنوسع دائرة الحوار ونتعرف على أراء الشباب الذين يشاهدون برنامج شباب توك وعبروا عن أرائهم من خلال الفيسبوك وكان السؤال برأيهم هل ممكن إجراء استفتاء حاليا في ظل طعن المعارضة في شرعية اللجنة التأسيسية تعونا نتعرف على بعض الأراء وأتمنى منكم أن تعلقوا عليها حتى يعرف المشاهد أرائكم مصطفى شعبان يقول في ظل حالة الاحتقان والمعارضة على مسودة الدستور لا يسوح أن يحدث استفتاء فلابد من التوافق بين القوى السياسية أولا على كل بنود الدستور أو حتى معظم بنوده وأنا عن نفسي أنا ممتنع عن التصويت لحين التوافق ندين تعليقه خي أوافق على مقيلة في البندة الذي يتعلق بأنه لا يمكن إحداث استفتاء في هذه اللحظة لأننا نتكلم عن جماعية أساسية غير ممثلة لكل أطياف الشعب والفكرة في الدستور هو أن يعبر عن توافق عام ولا يعبر عن أحزاب سياسية عنها وعن أغلبية بلمانية محددة هذا يمكن أن يحدث في الحكومة ولكن لا يمكن أن يحدث في الدستور وبالتالي أنا أتفق معه أن هناك العقد الاجتماعي الذي يمثله الدستور هو مفسوخ لأنه موجود ما بين شركاء واحد أو اثنين ولكن أنا كان ممكن عدة شركاء وبالتالي لو كان معبر عن شريك في الوطن أو شريكين فهو لا يعبر عن الجميع وبالتالي هو كأنه لم يقم لأنه غير ممثل طيب لنتقل إلى رأي ثاني عبدو ناصر قمصري أرى هناك استفتاء سيجرب في الخامس عشر من هذا الشهر لذا من الممكن إجراء الاستفتاء وعلى المواطنين الذهاب للتصويت لتحديد قبول الدستور من رفضه أما بخصوص إضافة بعض البلود المختصة بالحريات فهي متاحة بعد إتمام الدستور والرأي الأخير من إبراهيم الحداد لجنة غير شرعية لا تعبر عن الشعب والاختيار بين إعلان دستوري ديكتاتوري وبين دستور لا يعبر عن الشعب في استفتاء غير شرعي مشبوه هنا أنتقل إلى القاهرة وأسأل كما يسأل إبراهيم الحداد هل من العدالة أن يكون الناخب الآن محصور ما بين الموافقة على الدستور أم العودة إلى الإعلان الدستوري الذي يرفضه العديد من المجتمع المصري يعني أنا أتمنى أخي جعفر أن أحصل على وقت مناسب للردود على ما يقال الآن في الحلقة الآن أنا أؤكد أنه لا توجد محاصصات داخل الجمعية التأسيسية دلالة أن الجميع كان ممثلا في التأسيسية حالة الانسحابات التي حدثت بعد ستة أشهر من تشكيل التأسيسية أؤكد أيضا على معنى أن جميع من كان في التأسيسية كان يعلم بتشكيل التأسيسية منذ اليوم الأول لماذا الانسحابات بعد ستة أشهر أنت تعلم أن هذا إخواني وهذا سلفي وهذا لبرالي من اليوم الأول فإذن ليست القضية قضية تمثيل وتشكيل أيضا كنت تعلم بآلية التصويت لأن لائحة الجمعية التأسيسية وضعت في الأيام الأولى من الجمعية وقيل أننا سنذهب إلى التصويت في وقت قزة وقبل التصويت تماما حدثت الانسحابات أيضا هذا يؤكد أن هذا مشهد سياسي سمير اسمح لي لنعطي فقط حق الرات وتكمل بعد ذلك حق الرات لندين كيف تردين على سمير وستكمل بعدك أعدك بذلك في الحقيقة المشكلة داخل الجمعية التأسيسية إذن كان هناك مشادات عديدة وكانت محاولة القوى المدنية والأطراف الأخرى هي محاولة الوصول لتوافق رغم أن الجمعية لم تكن ممثلة للجميع وفي الآخر عندما لم يصل أحد للتوافق انسحبت الكنيسة وانسحبت القوى المدنية لأن أصبح الباب مزدود ولا يمكن الوصول لأي شيء بداخله هذا جواب ندين كان من المهم أن نسمع الرأي الآخر أعود إليك سمير تفضل طيب أكمل أكمل أن أتيحت الفرصة للجميع كل من كان في الجمعية التأسيسية بمن فيهم ممثلي الكنيسة وأنا أستشهد هنا كان هناك رأي للكوى الوطنية الليبرالية مع ممثلي الكنيسة أن تبقى المادة الثانية كما هي وبقيت كما هي كان لهم رأي أن تبقى المادة متأخرة التي تشرح الشريعة الإسلامية ومبادئها مع أن هذا مخالف حتى للمنطق أنت تتحدث عن الشريعة ثم تقول في ذات المادة رقم اثنين وهي تعني كذا وضعت في المادة 2019 بناء على هذه الرغبة كان للمسيحيين رغبة في إضافة مبادئ شرائعهم شرائع غير المسلمين في الدستور ووضعت المادة رقم ثلاثة قبل مادة الأزهر الشريف التي أتت رقم أربعة حالة التوافق أريد لها أن تستمر استمع للجميع هناك أوراق أخرجتها الجمعية التأسيسية تشير إلى توقيع كل من انسحب على هذه المواد وعلى هذه الرؤى يعني كيف نتحدث عن كلام مرسل يعني كيف نتحدث عن كلام مرسل وأمام الأوراق فإذن لماذا يعني ليس هناك توافق على اللجنة التأسيسية وهنا أريد أن أعرض عليك فقط لأذكر أيضا أن الرئيس مرسي وعد الجميع بأن إن لم يكن هناك توافق على اللجنة التأسيسية لن يتم الانتقال إلى المرحلة الآن وهي مرحلة الاستفتاء دعونا نشاهد هذا الفيديو ونتابع بعد ذلك حتى يتعرف أيضا للمشاهد لماذا هذا المعارضة ولماذا هذا الصوت العالي في الشارع ضد الرئيس المسلح الحوار البناء خذوا أوقاتكم لن أعرض المقترح على الشعب إلا إذا رأيت توافقا من الكل قبل أن يعرض هذا عمر منتهي طيب سمير تعليقك لو سمحت يعني أنا طبعا أترك التعليق للرئيس الذي يقول هذا الكلام أنت لا تسألني بصفة الرئيس الآن لكني أعلق من واقع تحليلي الرئيس تحدث عن توافق وأنا أسأل الجميع ما هو مفهوم التوافق يعني الدستور الآن بكل موادي أنا أدعي أن أحدا لا يحتاج على مدة يعني أنا الآن موجود وأتمنى أن تناقشني الأستاذ على الطرف الآخر أو أحد الأعضاء عن مدة لماذا عدم التوافق؟ خلينا نقول أنه ما فيش توافق الآن مع أننا أدعي أن التوافق موجود ولكن الانسحابات لموقف سياسي لعدم إحداث أي استقرار الآن في زل هذا الرئيس المنتخب الشرعي الذي ينتمي إلى خلفية إسلامية وهناك وهذا يمثل خطورة على الوطن ما أرى خطورة يا أخي جعفر ما أرى أنا خطورة أن هناك من يريد أن لا يحدث حالة استقرار في الوطن في زل وجود هذا الرئيس وكلما ذهبنا إلى حالة ومحاولة استقرار يهدم هذا الاستقرار بدعوة عدم التوافق يعني أنت ماذا على أي مادة تعترض أخي الكريم؟ طيب لنأخذ مثل عملي من دين على أي مادة تعترضين؟ بداية قبل ما نتحدث على المواد أنا أتحدث عن الألية نفسها أنا اعتراضي على الألية وليس على الناتج لأن الناتج هو نتيج للألية والألية بالنسبة لي فيها مشكلة المشكلة هي أنها ليست ممثلة للجميع عديد من الفئات ليست ممثلة بدرجة كافية داخل الجمعية التأسسية وبالتالي هذه هي المشكلة الحقيقية أنا أتكلم عن توافق أنا أتكلم عن توافق ما بين كل الفئات بداخل الجمعية التأسسية لكن لا أتكلم عن أغلبية هي المسيطرة وكلنا نعلم أن هناك أغلبية إسلامية مسيطرة على جمعية والمشكلة هي أن التوافق يكون عبارة عن حوار ما بين الفئات جميعها وليس لسيطرة أغلبية معينة وبالتالي أنا أتكلم حالياً على الألية وليس على مسودة الدستور وإذا كان هناك العديد اليوم رافضين للإستفتاء فهم رافضين للإستفتاء بسبب هذه الألية وبالتالي هما يتكلموا مع الرئيس ويطلبون منه بقل إنه رئيس المصريين كلهم أن يلتفت لهذه المعارضة بما إنه هو رئيس المصريين كلهم فهو يحتاج إلى أن يتعامل مع المعارضة على الأساس أنها شركاء في الوطن ويحتاجون إلى رأيه ويحتاجون إلى موافقته لأن هناك مشكلة حقية هذه الملايين في الشارع تعبر عن هذه المشكلة أعطيني مادة واحدة لو سمحتي ترفضينها في الدستور الجديد حتى يكون عندي مثل عملي هناك مادة تتيح للرئيس أن يتدخل في سلطات القضاء مثلاً فيما يتعلق بالعفو وما إلى ذلك مادة 149 نصت على أن من حق الرئيس الجمهورية لعفو عن العقوبة أو تخفيفها يعني أنت ترفضينها لماذا؟ لأن في ذلك تدخل في أحكام القضاء الطبيعي هو أن يتدخل فقط في العفو ولكن لا يتدخل بالغاء الحكم لأن في ذلك تدخل تام في داخل السلطة التنفيذية حتى وين أعطى له الحق مبدئياً في أنه يعفو سأذهب خطوة إلى الأمام وأصبح من الواقع الآن أن الاستفتاء سيتم في الخامس عشر من ديسمبر القوى المعارضة بإمكانها أن تعبر عن رأيها من خلال السنضيق لماذا لا تنتظرون حتى يتم أعلان النتيجة وبعد ذلك تعطون أراءكم كنتم موافقين أو غير موافقين شكراً لهذا السؤال لأنه أيضاً يعبر عن وجهة نظر أستاذ سمير والتي أحترمها مشكلتي ليست في موضوع كتابة الدستير هناك أليتين الأليا الأولى هي أن تكون معبرة لأنها بتعبر عن عقد اجتماعي ما بين شركاء في الوطن الألية الأخرى هي أن تكون الموافقة على ديمقراطين عبر الصندوق وبالتالي الذهاب للألية التانية وهي الصندوق لا يمنع أن هناك مشكلة في الألية الأولى عادةً موضوع الدستير هو أنه بيؤسس لنظام جديد إذا كانت فيه مشكلة ما بين الناس المؤسسة لهذه النظام حتى تتظل لهذه المشكلة حتى لو عبرت عن موافقة داخل الصندوق نعم طيب ميريام استمعت إلى رأي سمير وأيضاً إلى رأي ندين هل من رأيك من مراكب من الخارج ترين أنه من نافع أن يتم الآن إجراء استفتاء في ظل هذه الأجواء أو أنت ضد الفكرة الوضع صعب جداً من ناحية أفهم رغبة المصريين بأن يكون هناك استقرار في مصر من ناحية أخرى من غير المجد أن نفكر بأن الشعب عليها أن يقرر لسيما وأن هذا الدستور عليه أن يصوت على هذا المشروع دون علم عميق به إذن على الشعب في النهاية أن يصوت إما على مشروع الدستور أو على الإعلان الدستوري الذي قدمه مرسي ويوم 15 ديسمبر هو وقت قريب جداً المصريون في الخارج عليهم أن يصوتوا في خلال الأسبوع لا أرى أن الوقت كاف سمير سمعت إلى مريم فعلاً لماذا التسرع في إجراء الاستفتاء وهل هناك أصلاً وقت كافي ليتعرف الناخب على مضمون هذه المسودة الدستور وليتعرف على ما الذي يوافق عليه أو يرفضه يعني جواب صريح لو سمعتم ماذا هذا التسرع أنا ضد الوصف لو سألتني أنا ضد الوصف أن هناك تسرع هذا هو مشروع الدستور عبارة عن 236 مادة يتم كراءتهم خلال ساعتين الإعلام يجري حوار مجتمعي بقاله الآن أكتر من 3-4 شهور ما بين مؤيد ومعارض الشعب يستمع إلى الأراء ليلة نهار معنا أصوات يعني المعارضين أعلى من أصواتنا في الإعلام أحب أن أشير إلى أن الجمعية التأسيسية شكلت أربع لجان شكلت لجان استماع على كل الوطن تستلمت أربعين ألف اكتراح وتعديل غير المرسل عبر الإنترنت درس التمن دستير مصرية سابقة و194 دستور علامي للاستفادة من الخبرات يعني أنا أسأل من يتحورون حول الدستور الأستاذة كانت تتحدث عن آلية تشكيل هذه الجمعية الجمعية تشكلت عبر انتخاب من برلمان شعبي منتخب قالت المحكمة الدستورية عن هذا البرلمان وهي تحله قالت أن كل ما صدر عنه فهو صحيح وهذا ما دفع بالقضاء الإداري أن يتحدث أن تشكيل الجمعية صحيح سمير أعود إلى السؤال لماذا تسرع بالاستفتاء وأنت قلت لي التسرع لهذا ليس تسرع حسب رأيك ولكن أريد أن أعطيك مثل أنا الأسبوع الماضي الأسبوع الماضي كنت في القاهرة وقبل ذلك تجولت في عدة مدن في مصر وذهبت إلى الشرقية والتقيت بكثير من الفلاحين وربما تضح لي أن بعض الفلاحين أميين لا يستطيعون لا القراءة ولا يفهمون بعض المواد التي تشرع أنت قلت لي أن بظرف ساعتين ممكن لأي شخص أن يقرأ هذا الدستور أنا أفكر بعبد الرحمن الفلاح الذي سيكون له الحق كناخب مصري أن ينتخب وأن يعطي رأيه على الاستفتاء كيف سيعرف ويتعرف على مضمون هذا الدستور لو سمحت هذا المثل العملي ما هو جوابك عليه يا سيدي هناك حلقات الآن تجريها الجمعية التأسية الجمعية التأسية لم تنتهي من عملها شكلت لجان للوعي المجتمعي وستمر بالـ 85 الذين كانوا حاضرين التصويد سيمرون عبر الوطن بالكامل أنا أتحدث من الواضح عن المدة الزمنية للاستفتاء يعني جاوبني على المثل العملي كيف سأشرح لعبد الرحمن كيف سيتمكن من تعرف على مضمون الدستور سؤال واضح وأرجو منك أيضا أن يكون الجواب واضح طيب أنا أجيب أخي جعفر أنا أجيب أنا أقول لحضرتك هناك حوارات إعلامية ستتم هناك لقاءات جماهيرية ستتم عبر الجمعية التأسية وعبر كل المتخصصين سيجوب الوطن سيتم إنشاءها لتلقي أسئلة الناس والرد على هذا سيعلم عنه عبد الرحمن سيعلم كيف هو الدستور سيتفرج على التلفزيون ليلة نهار سيعرف التلفزيون بيقوله أي اتجاه رايح المادة دي معناها إيه أعضاء الجمعية التأسية هيفرقوا على القروات الرسمية نعم لا لا لدي تلفز التلفز موجود في كل مصر وهذه مبلغة أخي جعفر لا 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 التلفز موجود لدى 80 مليون استمعنا إلى هذه الأراء وأريد أن أسألك هل تقوم الأحزاب المعارضة والقوى المدنية الآن الموجودة في ميدان التحرير بقيام أيضا حملات لشرح لمختلف الشعب المصري عن كيفية مضمون الدستور هذا سؤال الأول وثاني كم تعبر هذه القوى المدنية عن الشارع المصري وتأثيرها هل هو تأثير كبير أم أنه فقط بحدود ميدان التحرير أعتقد أن هناك جلسات حوار تعقد من قبل القوى المدنية للتعريف ولكنها لا تعقد عن نتاق واسع النقطة الثانية والتي تتعلق بأنه إلى أي مدى القوى المدنية مؤسرة نحن نعرف أن القوى المدنية هي قوى موجودة حقيقة في الشارع لكن ليست لديها نفس قدرة الحجد مثل أخوان المسلمين أو السلفيين ولكن الإضافة المهمة جدا أضيفة هنا أن ميدان التحرير في الأيام الأخيرة لم يكن فقط معبر عن قوى سورية صغيرة ولكنه كان معبر عن أغلبية من المواطنين يرفضون الإعلان الدستوري ثم بعد ذلك يرفضون الاستفتاء الذي وضع العجل متى ستأخذ المعارضة المبادرة وتصنع هي القرار السياسي ولا تكون فقط ردة فاعل على قرارات مرسي وهل بإمكانها ذلك هل لديها هذه القوة؟ حاليا النظام في يد الرئيس مرسي هو الذي يمثل النظام وهي تمثل المعارضة المعارضة دورها هو أن تعترض ثم تقدم بدائل حتى الآن ما البديل؟ حاليا البديل المطروح ليس هناك بديل مطروح من القوة المدنية سوى فكرة التراجع عن الاستفتاء لأن بالنسبة له هذا الاستفتاء على الدستور والدستور غير ممثل وبالتالي التراجع عن الاستفتاء يبدأ نوع من الحوار مع الرئيس إذا كنا الرئيس معبر عن كل المصريين مثلما قال فلا بد أن يلتفت لهذه المعارضة التي ذهبت بالملايين في التحرير لمدة أسابيع الماضية تطالب بشيء ما مريم أيضا هناك دخوط خارجية على الرئيس مرسي الرئيس الاتحاد الأوروبي قال ربما يوقف التعاون الاقتصادي هل برأيك هذا سيؤثر على قرارات الرئيس مرسي؟ لا أعلم إذا كان هذا سيتحقق بالفعل أم هي مجرد ضغوط على الرئيس أعتقد أن الدول الخارجية عليها أن تتابع ما يحصل في مصر ولكني أستبعد أن يكون هناك تأثير للخارج على مصر القضية هي قضية مصرية والمصريون هم من عليهم أن يغيروا شيئا طبعا السلافيون قد يقولوا أن الخارج سيتدخل أو يتدخل في الشأن المصري وهذا بالفعل شيء مرفوض لم يعد أدينا الكثير من الوقت ولكن أيضا سألنا مشاهدي شباب توك على الفيسبوك لنتعرف كيف برأيهم يمكن نزع فتيل الأزمة الراهنة الموجودة في مصر بين المعارضة ومؤسسة الرئاسة تعاونا نستمع إلى بعض الأراء ونتابع بعد ذلك الرأي الأول من أيوب حسن حسن لا يوجد معارضة لها مصدقية صحفيون وإعلاميون يسعون للإثارة وخلق القلاقل وعدم الاستقرار حتى لا ينجح الرئيس المنتخب ومعظم الشعب المصري فاطنا لذلك ويشعر بالملل والضايق من تلك الحركات الانتهازية أما محمود خطاب الاحتكام إلى الصندوق الشرعية مصدرها الشعب ولا أحد يملك التحدث بإسمه وأما حازم فاروق يعتبر المؤسسة مرتبطة بجماعة الإخوان وتطلق التعليمات منها وليس من المستشارين بالرئاسة والدليل على ذلك أنهم ينكرون على الرئيس استشارتهم سؤالي أخير إليكم ولو سمحتم باختصار كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة سمير إليك في القاهرة باختصار لو سمحت ثلاثين ثانية يعني أنا أرى أن أرى أن هناك قاعدة سياسية تقول أن انعدام الموضوعية سيؤدي حتما إلى حالة يأس من المعارض لعدم أو لوجود صعوبة في إرضائه فعلى المعارضين أن لا يصلوا إلى هذه الحالة من انعدام الموضوعية إيقاف الاستفتاء إيقاف الإعلان الدستوري هذا أمر غير موضوعي جميعنا قوة مدنية أرفض أن يسمى غيرنا بمدني ونحن غير مدني جميعنا كوة مدنية أنا مدني بخلفية إسلامية وغير مدني بخلفية لبرالية الملايين التي حضرت في الميادين في الميادين التحرير وفي ميدان وصلت الفكرة جميعنا مصريين أريد أن أقول أن أحدهم قال لابد من أن نحافظ على الأمل لابد من هو المعارضة أن تنسق فيما بينها لكي تتقدم مصر إلى الأمام باختصار باختصار شديد إحنا بنتكلم مش على معارضة غير موضوعية ولكننا بنتكلم عن ملايين ذهبت إلى الميادين تعترض عن شاء المياه حزب كنبة اللي بنسميه في مصر لا يتحرك ذهب وبيعترض فبالتالي نحن بنتكلم عن شعب مصري ولا نتكلم عن معارضة تتمثل في عدة أشخاص وبالتالي الطبيعي هو فتح حوار جاد معها طيب شكرا لضيوفي مشاهدين أنه قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم نلتقي الأسبوع المقبل فإلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة